اشتركوا في القناة تسعى المملكتان الشقيقتان للريادة فالبحرين والسعودية تشهدان تطورا مستمرا في العلاقات الثنائية ما عزز بشكل متسارع وملحوظ النمو الاقتصادي على جميع المستويات ويعمل البلدان على مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود عبر انشاء صندوق متخصص للاستثمار في مملكة البحرين تبلغ قيمته نحو خمسة مليارات دولار ما يفتح المجال امام القطاع الخاص البحريني والسعودي لطرح فرص استثمارية واعدة بما يرتقي بمستوى الامكانات المتاحة ونحن نبارك لهم ونتمنى لهم التطور في ظل قيادة سلالة الملك وتنفيذهم لرؤية عشرين ثلاثين ونجهد اليوم من تطور في المملكة العرب السعودية تحول شي مبهر واحنا طبعا في البحرين من لهم كل النجاح والتوفيق واحنا نشوف نجاح البحرين نجاح المملكة العربية السعودية من نجاح البحرين طبعا المملكة العربية السعودية الشقيقة تشهد نمو لا مثيلة له في جميع المجالات الاقتصادية البزاعة السياسية يعني نهضة الكل يشهد لها على مستوى العالم وهي في نفس الوقت فرصة للمنطقة ان تستفيد من هذا الانفتاح اللي مملكة العربية السعودية تشهدها اللي بتفيد شعبها وفي نفس الوقت بتفيد المنطقة وكانت مبادرة تأسيس مجلس أعمال بحريني سعودي مشترك بالغ الأثر في تدعيم نهج العمل الاقتصادي بين البلدين تمخض عن هذا المجلس في أواخر عام 2021 الاعلان عن البدء في إعداد دراسة جدوى تأسيس شركة سعودية بحرينية قابضة متعددة المجالات بهدف إقامة مشاريع استثمارية مشتركة انهني السعودية بالعيد الوطني وانهني كذلك السعودية بالتطور العظيم اللي قاعد يصير يعني الله يحفظه ويعزه والإلهة عمل أشياء كبيرة اللي الواحد يعتز فيها ويفتخر فيها في العالم العربي وإحنا اللي نقول عسى الله يسنده دائما ويعزه ويعطي القوة وللأمان بإذن الله المنامة والرياض تشهدان ارتفاعا مستمرا في حجم التجارة البينية فضلا عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بشكل مضطرد عاما بعد آخر مما يؤكد أن المملكة العربية السعودية كانت ولا زالت هي الشريك التجاري والاقتصادي الأول والأهم لمملكة البحرين إذ أظهر التقرير الصادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو من عام 2023 إن السعودية الشقيقة احتلت المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ بقيمة تصل إلى 63 مليون دينار ومن أجل تنويع مجالات التعاون الاقتصادي أعلنت المنامة والرياض في بداية العام الجاري التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بهدف الترويج للمملكتين كوجهة سياحية واحدة وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤيتين البلدين الشقيقين 2030 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر